موسيقى هل تلقيت هذه الوصية يوما ما ما تدر الثقة حتى في واحد اتبه من الناس رد بالك عمرك ما تمن ما تخدع مثل هذه الأوصاف أو مثل هذه الوصايا في الحق نيتها إيجابية والأصل فيها الحماية والأمان والمحافظة على السلامة العامة لكن تصور لما ينشأ الطفل بهذه الطريقة في كل مرة ما يمن ما يخضع يحس بالحذر دائما ما يدرش الثقة في الآخرين كيف سيكون مستقبله وكيف ستكون مستقبل علاقاته أترى أنه سينجح بهذه العقلية أم أنه ممكن يفشل ما رأيك أن أناقش هذا الموضوع في هذه الحلقة أقول أن موضوع الثقة موضوع عظيم والأصل أن الناس الأصل فيهم الثقة وليس الخديعة ولا الخيانة ولا الكلمات طبعا هذه الأوصاف التي هي تابعة لسوء الخلق الأصل في الناس الثقة لكن التحدي الكبير أنه من تجاربنا ومن خبراتنا ومن الناس اللي يحكونا ومن القصص اللي تجرينا ومن الدراما اللي ينشوفوها كل هذا يؤثر على نظرة مهمة جدا أن الثقة عزيزة جدا وكليلة جدا لدرجة النذرة فبالتالي الناس يحكمون بأحكام مسبقة ويفترضون أن أي شخص يتعامل معه هو غير موثوق فيه أو لا يدعو للثقة أو لا بد أن تكون حذرا للغاية إذا تعاملت معه حتى يتبين العكس لكن متى يتبين العكس بعض الناس يعيشون متوجسين وخائفين وحذرين من بعضهم البعض طوال حياتهم في رأيك هل علاقاتهم ستكون مثمرة وجيدة ومبنية على المصلحة المشتركة أم ستكون فيها من الوسوسة والصوء الظن والجوسسة وغيرها موضوع يحتاج إلى متابعة إذن تابع معي موسيقى هل تتابع برنامج مفاهيم مع عدل شبل مفهوم الثقة والثقة في الآخرين وكيف لأن لها تأثيرا عظيما على علاقاتنا تابع معي تتصور أن الأصل في الناس الثقة الأصل فيه وفيك وفي من تعرف وفي من تلتقي هي الثقة لكن نعم فيها لكن فيها لكن لأن المجتمع عموما علمنا وأوصانا أن نأخذ حذرنا وأن نتحلى بالأمن والسلامة من الآخرين لأنه ممكن نتعرض للخديعة ممكن نتعرض للإساءة من الآخرين طبعا الأصل في النية صالحة أن يوصل إنسان ابنته على أن تأخذ حذرها وابنه على أن يأخذ حذره طبعا هذا الأصل مليح لكن تصور لما الطفل يكبر بهذه العقلية أن يحذر ويتوجس من أي شخص يلتقيه تصور لو أنك الآن تريد أن تصاحب شخصا فتقول أنا من درش الثقة فأتعامل معه فقط بتوجس هل ترى أن هذه العلاقة ستدوم ستجد ما ينغص عليك ثقتك لأنك أصلا أنت عندك حكم مسبق على أن الثقة مش موجودة تتصور الآن العلاقات الزوجية علاقات الخطبة قبل الزواج كلها مبنية على معظمها مبنية على عدم الثقة أو الشك أو قل الوسوسة أو قل أنه تعرف واحد من درش ثقة معناه أنا أقول معناه لا يحترم الطرف الآخر طبعا أكيد هناك أشياء تدعو لعدم الثقة نعم كان علامات لكن عدم توجود العلامات وأنك تضع الأصل في العلاقة أنها الثقة مش موجودة تحدي تحدي كمية تتصور أن الأولياء مثلا يربون أبنائهم وهم أبنائهم فلذات أكبادهم على عدم الثقة فيشكوا فيهم فيفتشوهم يستألوهم يعني الطفل أو الشاب أو الشاب ما تدخل للبيت وعندها مساءلة عظيمة ماذا فعلت وأين ذهبت وماذا جلست وماذا كتبت وأين وماذا اشتريت هذا التفصيل الإنسان لما يعيش فيه عيش فيه حالة من الهوس حالة من الحذر حالة من التوتر وعدم الاسترخاء أكيد وعدم الهدوء هذا سيؤثر على شخصيته سيجعله دائما يا إما تلقاه دائما مقلق تلقاه دائما خايف تلقاه دائما حذر غير الواثق عمره ما يكون مهني وأكيد الذي يساعد ويدعم عدم الثقة هو المجتمع لمن حولك كما كنت أعطيك المثال قبل قليل إذا كنت في الأسرة بهذا الأسلوب أنا أذكر أنه كانت لي فرصة من الفرص دخل ابني للبيت وقال لي طبعا كان نساء أول سنة يدرس فيها لغة إنجليزية فقال لي أبي راني بديت بديت عشرين في الأنجلي فقال له بارك جميل ثم هو غادر الغرفة ورجع قال لي شفت الورقة قل له أي ورقة قال لي ورقة الاختبارات قل له مش فتاش قال لي ما مطعي تروحك بها تروح تشوء تشبد كرطابي وتشوف تشبد الورقة بها تشوف بلي بديت عشرين فقلت له ابني منذ متى أنا أفتح محفظتك منذ متى أنا منذ متى أنا أفتح محفظتك دون إذنك إذا كنت حبيت أنت تريلي العشرين مقطة معلش أنت تشبدها وتعطيني إياها فمبدأ الثقة أن نجدده مع أبنائنا في كل مرة مبدأ الثقة أنه أنت عندك خصوصيتك وأنا عندي خصوصيتي أنا أستئذنك في خصوصيتك أنا أثق فيك أصلا فلا داعي أني نروح نفتح محفظتك صح إذن هذا مثال وأنت أكيد عندك منه هذه الأمثلة ويمكنك أن تعيشها مع الآخرين يمكنك أن تبني الثقة إذا فقدتها نعم يمكن لقل لي أنا دفقت الثقة صايا ونعمل كروة على الشخص اسمح لي نحن هنا لسنا حكاما أو قضاة على الآخرين ونلقي عليهم أحكام ونحكم عليهم مؤبت لا الناس فيهم أرض للخطأ وأرض للغفلة لكن الأصل فينا الثقة تجديد الثقة ممكن إذا كان هناك نية صاحية ونية خلينا نقول طيبة ما بين الطرفين تجديد النية في الثقة بين الزوجين يمكن أن تتجدد به جديد يمكن أن تتجدد مع والديك مع مدير عملك مع فريق عملك يمكن أن تتجدد بينك أنت كصاحب عمل ومع عملائك وكل الزبائن يمكن أن تجدد الثقة في الشركة التي كنت تتعامل معها فتعيد التعامل معها من جديد كل شيء يمكن أما أنك في كل مرة تعمل شيء اسم التصنيف وتقول صايي ما زيتش ما زيتش ما زيتش ما زيتش ما زيتش وشكل ما حيصفالك رح تبقى وحدك مع من تتتعامل أن تصف الناس الآخرين بأنهم غير جادرين بالثقة لمجرد بعض التجارب رح يقول لي شخص آخر يعني ما هو أنت ما جربتش اللي جربت وأنا مجرب يعني نحكي عن تجربة ما قلتش أنت ما تحكيش عن تجربة أصلا أصلا عدم الثقة يأتي من التجارب ما رح يجي وحده هك دواحي وإلهام ينزل علينا وإنما من أول تجربة هو أنه انت بهي ولدي ما تحكيش مع أي شخص وما تركبش مع أي شخص طبعا كما قلت قبل قليل هذه نية إيجابية نيتها الحماية والأمان لكن من تجربك أنت تعرض للخذيعة أو الخيانة في أشياء بسيطة أو للسرقة حتى من بعدها تحكم على الناس جميعا أليس هذا تعميم وظل للآخرين هل أنت جربت الناس جميعا وقلت هم غير جذيرين بالثقة هل أنت يعني خطبت النساء كلهن فقلت هن غير جذيرات بالثقة ليس هذا تعميم جائر لو أنت أنت يقولوا عليك يقولوا عليك أنت أنك غير جذير بالثقة ما رأيك تقبلها لنفسك لا أحد يقبلها لنفسه إذن ماذا نفعل وكيف نتعامل مع هؤلاء الذين هم حذرين زيادة على اللزوم وإذا كنت أنت من هؤلاء كيف تتعامل لكي على الأقل يكون عندك صحبة يقول يكون عندك علاقات لكي تمشي حياتك واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ماش لكي تعتزلوا وكل واحد يعيش فيه مغارة لوحده خليني أتابع معك هذه النقطة وسجل معي هذه الوصايا الأصل في العلاقات الثقة الثقة والأصل في الناس الثقة قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير فيي وفي أمتي إلى يوم القيامة راقب أن مهما كان الزمن مهما كان المكان مهما كانت الظروف فالخير موجود إذن الثقة من الخير الثقة موجودة وتعزيز الثقة كيف يكون أولا ينبغي أن تضع افتراضا افتراض خليني نقول افتراض فقط يعني أنت تقول تفترض أن أي شخص تلتقي في حياتك وعندك معه مصلحة أن يكون موثوق منه وابدأ بهذا الافتراض ثم لا تعطي كل أسرارك ولا تعطي كل أوراقك إذن ابدأ شيئا فشيئا وأيضا تعرف على الطرف الآخر حاول أن تعرفه عن طريق المواقف وليس عن طريق الكلمات عن طريق المواقف وليس الكلمات لأنه نستطيع أن نقول ما نشاء وكل أحد لا يستطيع أن يعترض علينا فيما نقول لكن سيعترض علينا الآخرون فيما نفعل لأن الناس يؤمنون بما يرون ولا يؤمنون بما يسمعون إذن المبدأ العام هو أن تفترض أن الشخص موثوق فيه اثنين أن تعمل معه شيئا فشيئا وتحكم على ما ترى من أفعاله وليس ما تسمع من أقواله نقطة ثالثة ليس بالضرورة أن تستمع لأي شخص يفتي عليك ويقول هذا الشخص ليس محل ثقة لا داعي أن تسمع للآخرين لأنه لا ندري ليس كل الناس ناصحين نعم والشيطان ناصح آدم وقال إني لكما لمن الناصحين وليس كل ناصح هو آمين صح؟ إذن معلش إذا كان شخص خبير أو شخص ناصح محب حذرك ممكن تأخذ بكلامه هذا أكيد لكن ليس معناه أنك تحكم حكماً مسبقاً لأنه قد تجد من الخير في الشخص اللي تتعامل معه ما لم يكن في حسبانك وممكن شخص يجربه ولقاه ما شمليح ممكن أن تجربه وتلقاه ما ليه طبعاً هنا أتكلم عن تلك العلاقات الواجب عملها مثلاً كتكون في العمل أو في الدراسة أو أقول في الرياضة في النادي الرياضي أو أقول في العلاقة العلاقة الزوجية علاقة الصداقة القوية لأنه تعرف أحب الأعمال إلى الشيطان أن يفرق بين اثنين ما تقدش تصور بليه هذا أحب عمل للشيطان فأنت لا تساعد الشيطان على هذا الأمر أن يفرق بينكما لأنه وجود الشك والريب هذا سيفكك العلاقة وإن طالت سيفككها وإن طالت وبالتالي سيفرق بين الاثنين إذن أيضاً لا تنسى أن الدعاء مهم جداً في هذه النقطة وقد النبي عليه السلام كان يدعو في جزء من الدعاء اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا فألف بين قلوبنا هذه أكيد مبنية على الثقة والحب المتبادل والاحترام المتبادل بين الطرفين طبعاً مهما كان هذا الطرفين أيضاً إذا شفت من صديقك أو من المتعامل معك شيء من النقص أو شيء يدعو لعدم الثقة اسأله اجلس معه حاوره اختار الوقت المناسب وحدثه عن الموضوع وخليه يعبر لك واسمع منه ما هي مبرراته إذا كانت هناك مبررات أو أسباب أو شيء من هذا القبيل لأنه لا تسمع على الشخص من وراه حدثه مباشرة ولا تروح تحكي عليه حدثه مباشرة فهذا هو الأصل في المعاملة طيب إذا وجدت شيئاً حقيقياً يدعو لعدم الثقة أيضاً حدثه مرة أخرى وقرر أن تبقى معه أو تغادر أما أنك تقول أنا ما ظنيتش أنا ما نذير الأمان ما نمن ما نختع فرح تعيش دائماً في هوس ورح تممرض ما رح تعيش في أمان ما رح تحس بالراحة والاسترخاء اللي يحسوها الناس بين الأصدقاء وبين الأزواج وبين العائلات وما بين الأفراد يعني في الشركة ما رح يحسوا مع بعض بالأمان لأنه رح نكونوا خايفين من بعض وطبعاً هذا هذه ماشي حياة مع احترامي طبعاً هذه الحياة الاجتماعية هنا ناقصة جداً أنت تريد أن تكون أفضل في علاقاتك افترض أن الأصل الثقة في المعاملات طبعاً أكيد مرة على مرة تجيك يعني كما نقوله تجربة صعبة في حياتك تخليك تندم علي ذرة الثقة لكن هل معناه ندمت علي ذرة الثقة في شخص معناه تندم أنك تندم ثقة في الناس جميعاً وتعمم وتقول والله ما سيتم تندم ثقة حتى في واحد طبعاً هذا أظن أنه أيضاً نقص في الثقة في الله تعالى لأنه الله تعالى لا يقصد أنه لا يريد الله تعالى أن يحطنا دائماً في مواقف لا تدعو للثقة وإنما نحن إذا كنا نريد الثقة ونطلبها من الله رح يجيبنا الناس لهم أهل لهذه الثقة رح يساعدنا ورح يعاوننا لذلك دائماً ندعو ونقول اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا مفهوم آخر منكم أن نناقشه في حلقة أخرى تحياتي لك ولك وحدك أنا عادل الشبل مفهوم آخر منكم دائماً اشتركوا في القناة شكرا